أولاً يعني 86 86 إيه حكي 86؟ ليه أحمد زكي 86؟ ليه مش أحمد زكي بس؟ هو كان في البداية ما كانش بالنسبة لي أنه لغز لكن اكتشفت بعد ما الكتاب نزل أنه لغز يعني أنا ما كنت متخالي 86 لما كتبها أنه لغز لكن هو موضوع الكتاب أحمد زكي 86 بمعنى أنه ده مش أحمد زكي من الميلاد لحد الرحيل أنا بحكي قصة حياة أحمد زكي من خلال سنة 86 فبحكيها بطريقة فيلم سينمائي بيقوم بطولة أحمد زكي يعني هي الفكرة هنا مختلفة شوية وإنك بتشتغل عيسة 80 دي بيعتبرها سنة الأهم في حياته ليس الأهم في حياته لأنه عمل فيها أربع أفلام كانوا في السينما البريء والبداية وشادر السمك والحب في وضبط الهرم أهم أفلام كويس أنت شفت أنه من أهم السنين في حياة الفنان أحمد زكي أو في مشور الفني أنا رأيي أنها سنة الأهم الأهم ليه بقى؟ لأنه كمان فيلمين من دول أهم مئة فيلم في تاريخ السينما مصرية اللي هم البريء والحب في وضبط الهرم بالإضافة لأنه كان في السنة دي برضو كان بتعرض له فيلمين تانين غير الأربعة دول كان الرقصة والطبال من السنة قبلها ويساعد اليتيم فكان عنده ستة أفلام في السينما تخيالي لو أردنتي ماشي في وسط البلد فتلاقي أنه في ستة بوسترز لنفس الفنان أو للناجمة أحمد زكي أظهر ما حصلش من سنين كتير جدا طبعا هو ما بيحصلش أصلا صحيح هم مش ما حصلش هو ما بيحصلش صحيح تفاصيل من فريق العمل وكل حاجة لكن ليه اختلافات في طريقة الشغل فما كملتش فأنا راصد كمان اللي 22 فيلم اللي ما طلعوش للنور من سنة 86 برضو إلا أن أنا اشتغلت السنة دي قريت حوالي 3000 جورنان كل ما صدر في 86 نواما قبلهم بعدها قريتوا عشان أطلع كل سطر كتب عن أحمد زكي أو كل تصريح في السنة دي في السنة دي بالإضافة لأنه عملت فلاشباك من خلال هو حصلت له رحلة مرض صعبة في 86 سافر فيها لندن وقعد فترة هناك وهو حكى أنه افتكر حياته كلها فأنا حكيت حياته كلها من خلال الأفكار اللي كان بتجيله هو في المستشفى في لندن نواب تعاليم فرجعنا فلاشباك من يوم ما تولد بتبطيه بقى من يوم ما تولد وهو طبعا عاش يتيم في بداية حياته والده توفى وهو عنده قلي من سنتين كفاح مكتوب عليه من يومه صحيح لا حياة صعبة يعني الكفاح الحقيقة والمقساة مكتوبة عليه زي ما بنقول كده من يومه صحيح اشتركوا في القناة